ومعنا من بيروت الفنان اللبناني زياد عيتاني أهلا بك معنا سيد زياد وحدثني عن هذه التجربة المرة التي مررت بها مصر الخير لك ولكل المشاهدين العرب بصراحة لا أعرف كيف يصف إنسان مصدومية بهذا الحجم ابن بيت قومي عربي عاش على القضية الفلسطينية هنا في هذه الغرفة بالذات كان أبي يجتمع وأصدقائه وأخوانه لكي ينطلقوا إلى العرقوب وغيرها لكي يناضلوا هنا خططوا وواجهوا للعدو الإسرائيلي خلال الاجتياح أنا ابن هذا المنزل فنان ملتزم بقضية وطنية وقضية شعبية أن أتهم زوراً وتلفيقاً بتهمة مقززة بشعة لا تشبهنا بشيء هذا ظلم ما بعده ظلم ما بعده ظلم بايش خرجت من السجن بأي مشاعر خرجت تجاه ما يحدث في لبنان القوى الأمنية اللبنانية طريقة تعاطية خاصة إذا كنت دافعت عن نفسك ولم يسمعك أحد أولاً أنا للحظة ما في زنزانة الإفرادية فقط الأمل كلياً كلياً بأننا في وطن عادل أو وطن قد يصل يوماً إلى العدالة لكنني حين رأيت نصار التحقيق عند قاضي تحقيق نزيه ويعمل بحرفية عالية وقرر توصيع التحقيق لنقلي إلى جهاز أمني يشهد له بأنه أسقط شبكات تعامل حقية مع إسرائيل ودقلت إلى هذا التحقيق وبدأ بإعادة التحقيق معي مجدداً وليح القيود كلها حتى كشف كل شيء عندما وصلت إلى هذه المرحلة أدركت أننا نستطيع أن نبني وطن ودولة قانون نستطيع أن نسترد حقوقنا كمواطنين مهما بلغت المراتب والمناصب نستطيع أن نمنع وطننا بواسطة الرجال الأبطال نزهين في الأمن والقضاء أن نمنع وطننا إلى الانزلاق إلى الخلف نحو أنظمة بائدة وفعلاً الدولة برئاسة الجمهورية الفخامة الرئيس بيشيل عون ومتابعة دولة الرئيس الحريري ومتابعة معالي الوزير المشنوق متابعة الملف وخاصية معينة لأنها قضية لا يمكن أن تمر مرورها الكرام استطعنا أن نعيد أمل للبنانيين بأنه لن يظلم أحد هكذا ظلم هذه كانت ما لفق ليه جريمة ليش اختاروا العمال إلى إسرائيل؟ ليش اختاروا الخيان للوطن؟ ليش اختاروك أنت تحديداً؟ لأننا أساساً بيئة بيروت وبيئة طريق جديدة وبيئة آل العتاني تحديداً يعني هذه التهمة بالذات لم تسجل سابقاً لم تسجل لأن يعرفون مدى حساسية أهل بيروت تجاه هذه القضية بالذات القضية التي احتضنوها طويلاً وامتسجت دماؤهم بدم الفلسطينيين هنا خلال الاشتياح أنا بيتي على مقربة من صبرة والشتيلة هنا دفعنا ثمن باهزاً في مقاومتهم للعدو الصهيوني يعرفون مدى حساسية هذا الوضع فكانت التهمة لدرجة أن ينفر منها الجميع أن ينفر منها الجميع وأنا لا ألوم أحد أنا إذا سمعت بهكذا تهمة أكون قاسياً جداً في إداء رأيي لأنني لا أقبل فكيف على نفسي أن ألفق ظلماً ظلماً تصور أستاذ زياد يعني كل شيء عائلتي ابنتي أمي أختي أخي يعني مشوا 109 يال لا يستطيعون رفع رؤوسهم أو التكلم حتى قوامت في زنزانة الإيصال الحقي صحيح تتصور أنه كان في نوع من أنواع الانتقام الشخصي تجاهك من قبل سوزان الحاج التي هي باستجن الآن لأنها لفقت إليك التهمة أنا ملتزم حتى الآن بالمسار القضائي يعني الذي سلكه قاضي التحقيق وسلكته المحكمة العسكرية هناك قرار اتهامي سيخرج من قاضي التحقيق وأنا بانتظاره حتى أبني على الشيء مقتضاه وكل حادث حديث لأنني أنا أمس جبت الإعلام المحلي أنا لن أخوض الآن في قضيات المقدمة سوزان الحاج طيب ما السؤال يعني أنت عندما عدتها قلوق ولفقوا لك هذه التهمة وقالوا لك عننا أدلة وعننا الأشياء التي ظهرت في الإعلام لاحقا أنت كيف كنت تجاوب يعني أنا آسف للقول مجددا أن أيضا ثمت خيوط في التحقيق ووقائع ما زالت في عهدة القضاء يعني أنا لا أستطيع الخوض في تفاصيل يعني تفاصيل دقيقة في الملف صحيح أنا ما بدي تفاصيل دقيقة أنا بدي أنت نفيت عن نفسك التهمة من البدايات ولا ما نفيت عن نفسك التهمة من البدايات من أول أيام أنا أول جواب أول جواب أنا أستطيع لا أنا أول جواب أعطيته أعطيته سأدلي الآن أعطيته حين واجهني بورقة لا أعرفها أول محقق عند دخولي أنك عميل يعني مماشرة قال له هذا أول جواب جوابته ونفرت في وجهي وكنت أتهجم عليه أقول له احترم نفسك احترم نفسك يعني أعرف من تخاطب هذا يعني ما أستطيع أقوله هو من ثم جرت الأمور إلى النحو يعني السوريالي اللي هو مش مفهوم صحيح على كل انزياد الحمد لله على سلامت كنت أتمنى لك أن تطلع من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن وتعود لفنك مرة أخرى ولا جمهورك في لبنان وفي العالم العربي سيد زياد عيتاني الفنان اللبناني ضيفنا من بيروت شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا